اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العناوين احر التعازي الكويتية في شهدي دولة الامارات العربية السبيل لتصحيح المسار طرح الثقة في اتحادي طلال علينا الآن ان نتقدم خطوة ونفوت الفرصة على من يريد تشويه سمعة الكويت من خلال الرياضة ونفوت الفرصة على من يريد استمرار إيقاف الرياضة بالكويت ومن المجلس الحل في اقصاء المحرضين ومحاسبة المتسببين بعد صراع مع المرض حمد الجعان ينتقل إلى جوار ربه اتمام الاستعدادات لإقامة الاختبارات وفي النشرة قريبا واتأب بالصوت والصورة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعث برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته باستشهاد طيارين عسكريين إثر تحطم طائرتهم العسكرية أثناء طلعة تدريبية سأل المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزل الفقيدين منازل الشهداء ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برقية مماثلة من جانبه بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات أمل قبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواسات باستشهاد الطيارين دعيا الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما والشعب الإماراتي الصبر والسلوان وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت عن تحطم إحدى طائراتها العسكرية أثناء طلعة تدريبية في الإمارات ونتج عن الحادث استشهاد طاقم الطائر المكون من طيار ومدرب وتجري الجهات المختصة تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث في جديد ردود الفعل الرياضي الشاجبة لنتيجة تصويت كونغرس فيفا أعربت الأندية الخمسة المستقلة وهي الكويت والفححيل وكاظما والعربي والسالمية والتي كانت قد شكلت لجة خماسية فيما بينها لمتابعة الشأن الرياضي أعربت عن أسفها لما آلت إليه الأمور بعد التصويت على تأييد قرار الإيقاف بحق كرة القدم الكويتية من المكتب التنفيذي للفيفا الذي يضم في عضويته رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي الشيخ أحمد الفهد ورئيس الاتحاد الأسيوي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم وقررت الأندية في بيان لها دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإتحاد الكويتي لكرة القدم للإنعقاد في أقرب وقت ممكن لطرح الثقة في المجلس الحالي الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد ولتكون هذه هي اللبنة الأولى في سبيل تصحيح مسار الرياضة الكويتية وعودة نشاطها الدولي من جهته ثمن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الوقفة الوطنية لبعض الأندية الرياضية التي انتصرت للدستور والقانون آملا أن تقوم مجالس إدارات الأندية الرياضية بصفتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدورها المسؤول في محاسبة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الذين تخلوا عن دورهم في الدفاع عن الكويت أمام الاتحادات الرياضية الدولية وخصوصا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأوضح المجلس في بيانه حرصه على الرياضة الكويتية والرياضيين من خلال إصدار قرارات ولوائح تنظيمية للقوانين الرياضية فضلا عن اعتماد رؤية جديدة للرياضة في دولة الكويت سيتم الإعلان عنها قريبا وقد ظهرت بوادرها بإقرار مجلس الأمام أخرا لقانون دعم الأندية الرياضية الجديد وستشهد الفترة المقبلة تشريعات جديدة معنية بمكافحات المنشطات الرياضية واستحداث هيئة تحكيم الرياضي وطنية متوافقة والمستجدات التي لم تشملها القوانين السابقة ومن مجلس الأمة طالب أن نائب صالح عشور كل من يشعر بالمسؤولية الوطنية بتفويت الفرصة على الأطراف الساعية إلى استمرار إيقاف النشاط الرياضي مشيرا في تصريح للرأي أن حل الأزمة هو في إقصاء المحرضين والضالعين في تشويه صورة الكويت خارجيا وداخليا وذلك من خلال انتخاب اتحاد جديد لكرة القدم خال من المؤزمين الآن بغض النظر عن الخلافات علينا الآن أن نتقدم خطوة ونفوت الفرصة على من يريد تشويه سمعة الكويت من خلال الرياضة ونفوت الفرصة على من يريد استمرار إيقاف الرياضة بالكويت من خلال بعض التعديلات الرياضية التي تتوافق مع المثاق الأولمبي أو مع الشروط التي وضعتها في رفع الإيقاف ومن ثم نحن أمام على أبواب انتخابات الأندية شهر عشرة وبعد انتخابات الأندية الأندية سوف تختار اتحاد رياضي جديد وهنا يأتي دور المسؤولية الوطنية من خلال الانتخابات أن نحمل من كان سبب في إيقاف واستمرار إيقاف الرياضة الكويتية من المشاركات الدولية بأن مجالس الإدارات أو ممثلين الأندية الرياضية يكونوا رأي لهم في انتخابات الاتحاد الكويتي وهذا جزء من تحملنا المسؤولية الوطنية إلى جوار ربه انتقل النائب السابق حمد الجوعان بعد صراع طويل مع المرض ونال فقيد الكويت عضوية مجلس الأمة عامي 1985 وثمانين واثنين وتسعين كما تولى منصب المدير العام للتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها حتى مطلع الثمانينات وقد تقلد الفقيد منصب وكيل مساعد للشئون القانونية بدوان الموظفين ووكيل مساعد للتخطيط الوظيفي وكان الجوعان قد تعرض لمحاولة اغتيال بعد تحرير الكويت بيومين وذلك عندما طرق أحد المجهولين باب منزله وما أن فتح الباب حتى أطلق عليه الرصاص من مسدس كاتم للصوت أصيب على إثره الفقيد بجروح سببت له شللا علمنا بأن الجاني ظل مجهول الهوية حتى اليوم نعى رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم عضو مجلس الأمة السابق حمد الجوعان وعز الغانم نفسه والشعب الكويتي وأسرة الجوعان برحيل البرلمانية الفذ والسياسية الحر العم الفاضل حمد الجوعان وأضاف الغانم أنه منذ رصاصات الغدر التي حاولت أن نيل منه قبل خمسة وعشرين عاما والعم حمد الجوعان صابر على ما ابتلاه مؤمنا بأن الله بشر الصابرين على الابتلاء فكان المرحوم مؤمنا صابرا ومحتسبا وذكر أن الكويت اليوم فقدت أحد فرسانها الذين كانت لهم صولات وجولات فيما يدين السياسة والعمل البرلماني والعام في سياق إخباريا آخر أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن شجب الكويت للمناسبة الاجتماعية التي ذكر خلالها موضوع مدينة الأهواز الإيرانية مؤكدا احترام الكويت لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وقال الجار الله على هامش حفل افتتاح سفارة جزر القمر بالبلاد أن الوزارة ليست على صلة أو علم بهذه المناسبة الاجتماعية مشددا على رفضها ورفض أي موضوعات تمس إيران من ناحية أخرى نفى الجار الله ما تناقلته وسائل وعلامة يابانية عن إشارة البيان الختامية الكويت الياباني إلى المناطق المتنازعة عليها بين الصين واليابان وأوضح الجار الله أن صحيفة يابانية أشارت إلى تصريح لمسؤول ياباني بهذا الشأن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد قال عقب اجتماع اللجنة أن وزارة المالية غير متعاونة بشأن الاتفاق على تخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية إلى 20% متهما كثيرا من الجهات الحكومية بمحاولة إجهاض الدور الرقابي لمجلس الأمة في كثير من القضايا تخفيض 20% على الأقل والجهة التي توافق على التخفيض 20% نقر ميزانيتها أما التي لا توافق على هذا التخفيض 20% فكان الاتفاق على اعتبار أن وزارة المالية وزارة المالية تقوم بتخفيض هذه النسبة دون موافقة الجهة الحكومية ولكن مع الأسف وأكد على هذا الموضوع أن وزارة المالية غير متعاونة في هذا الشأن هناك ثلاث ميزانيات لم تصلنا من الحكومة حتى الآن وهي هيئة مكافحة الفزاد وهيئة أسواق المال وهيئة الشباب وزير التربية ووزير التعليم العالي بدل عيسى أكد اتخذ كل الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء اختبارات الفترة الرابعة قال العيسى عقب جولته على لجان الاختبارات في مدرستي السعد بن عبادة الابتدائية وغناط المتوسطة للبنات بمنطقة العدلية أن اختبارات نهاية العام الدراسي تسير وفق النظم واللوائح الموضوعة من الكنترول وفي إطار نظام الاختبار المريح ومضيفا أنه لمس انتظام العمل ودقة الالتزام بمواعد توزيع أوراق الاختبار على الطلبة ضمن خطتها التوعوية للمشاريع التي تقيمها وبهدف طلاع الجمهور على أبرز هذه المشاريع قدمت وزارة الأشغال عرضا عن مشاريع هندسة الطرق حول الجزء الغربي من طريق الدائر الخامس والذي يخدم مناطق العرضية والفردوس والصيبية وغيرها ويهدف إلى رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات ورفع مستوى الأمان ويبلغ إجمالي طول الطرق بالمشروع 21 كيلو مترا كما نشرت الوزارة عرضا مرئيا حول إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري وأنطار وصحية وخدمات للطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة أكثر من 70% من أسباب تأخر الإنجاز في مشروعات خطة التنمية يرجع إلى أمور خاصة بالجهات المنفذة للمشاريع وليس للجهات الرقابية وذلك بحسب ما صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب مشاركتها في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي وأضافت الصبيح أنه بعد أن تبين وجود مشاكل وتحديات تواجه تنفيذ بعض المشاريع بسبب تخصيص المواقع من المجلس البلدي فقد تقرر عدم إدراج أي مشروع ضمن خطة التنمية ما لم يخصص موقعاً له وبدون أي معوقات بعض الأمور اللي رح ناخذها كوزارة كأمان عمل التخطيط اللي هو التأكيد على استلام المواقع بدون أي عوائق وهذا كان طلب من الأخوان في البلدية قبل أي مشروع رح يدرج في الخطة لن نسمح بإدراج أي مشروع في الخطة كنا نتأكد من الأمور الميزانية وخاصة أننا الحين الخطة تسبق الميزانية فأي مشروع قاعدة نحطها في الخطة الميزانية قاعدة تحط للموارد المالية والنصم مع وزارة المالية اليوم رح نبتدي قبل إدراج أي مشروع في الخطة التنسيق مع بلدية الكويت لعدم وجود أي مشروع لم يستلم موقعاً بدون أي عوائق وزير العدل وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية عقوب الصانع قال أن وزارة العدل دأبت على تفعيل شعار العدالة الناجزة من خلال إقامة الورش والندوات التي تساهم في بناء الموظف وذلك من أجل تحقيق شعار خدمة الوطن والمواطن وأضاف الصانع على هامش انطلاق أعمال ورشة العمل الكبرى الثانية بعنوان صياغة الرؤية والرسالة والقيم أن الوزارة حريصة على إشراك كل الموظفين والقيادين في الورشة من أجل تعرف على توقعاتهم وطموحاتهم والعمل على إدراجها بالخطة الاستراتيجية كما تعلمون بأن هناك استراتيجية لدى وزارة العمل لعمل خطة استراتيجية للخمس سنوات القادمة أنا مؤمن تماما بأن حتى نستطيع ونعمل بانتظام والطراد ويكون هناك تنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة لا بد أن تكون لدينا خطة واضحة واستراتيجية يكون طموحها هو تحقيق رؤية العدالة الناجزة لا يمكن تحقيق رؤية العدالة الناجزة بدون أن تكون لدينا خطة واستراتيجية نطلع منها وصلنا إلى أن نقول بأنه كيف نستطيع أن نقدم خدمة للمراجع تحت الشعار تنمية القطاع الصحي بسواعد الشباب انطلقت فعليات المؤتمر الأول للشباب للاستثمار في القطاع الصحي ويحتوي المؤتمر عددا من الجلسات الخاصة بمناقشة الوضع الصحي في البلاد وآليات الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة بين يدي الشباب لتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور والمرضى ونشر توعية لازمة للارتقاء بالقطاع الصحي أن وزارة الصحة ترحب بدور الشباب كشريك رئيسي ببرامجها فمشاركة الشباب ستضيف الكثير إلى برامج وزارة الصحة وبصفة خاصة برامج المدن الصحية والوقاية من خلال المشاريع الانشائية وإقامة المستشفيات الجديدة والتوسع بالمرافق الصحية القائمة واستخدام الوسائل الحديثة للتواصل مع المجتمع لتحقيق أهداف تعزيز القطاع الصحي لا شك أن الرعاية الصحية هي مجال رئيسي للتنمية بأبعادها المتعددة وكذلك الاستثمار بالنسبة للكويت والفرص تكمن في العديد من المجالات ومنها على سبيل المثال تطوير البرامج المستخدمة في إدارة السجلات الطبية للمرضى مع الاستفادات المتعددة لوجود قاعدة بيانات قوية للرعاية الصحية بالإضافة إلى التطبيقات الذكية والتي تيسر العمل على كل من المريض والإدارة الطبية وتساعد في تقديم خدمة متميزة في اليمن ارتفع عدد قتل الهجوم الانتحاري الذي تبناه داعش واستهدف معسكرا للشرطة اليمنية في منطقة الفوة غرب مدينة المكلة الخميس الماضي إلى ثلاثين قتيلا وحوالي ستين جريحا بينهم حالات حرجة ويعتبر هذا الانفجار ثاني انفجار دموي تشهده المدينة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة قبل أن تقوم حملة للجيش اليمني الشهر الماضي بطرد مقاتل التنظيم توقع خبير الأرصاد الجوية والبيئية ومستشار بمكتب المدير العام في الإدارة العامة للطيران المدني عيسى رمضان أن تعود سرعة الرياح للاعتدال والنشاط مع بداية نهار الاثنين مسببة الغبار المثار في المناطق المكشوفة وتنخفض معها الرؤية الأفقية ولكن الغبار سيكون أقل من نهار الأحد وسرعان ما تخف الرياح خلال المساء ويترسب الغبار ويتحسن الطقس وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتزيد عن أربعين درجة نهارا خلال الثلاثة أيام المقبلة أطلقت شركة واتس أب نسخة تجربية من تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد مزودة بدعم المكالمات المرئية لأول مرة ولتزال الميزة الجديدة قيد التجربة إذ يظهر خيار المكالمات المرئية إلى جانب المكالمات الصوتية ولكنه لا يعمل بعد يشار إلى أن واتس أب اعتمدت أسلوب الطرح تدريجيا مع ميزة المكالمات الصوتية حيث بدأت تجربتها على أساس الدعوة فقط ثم أطلقتها لعموم المستخدمين أرباح الصناعة في زيادة تابعونا في الصلحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جريد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية أعلنت الهيئة العامة للصناعة تحقيق إرادات بلغت 64 مليون و400 ألف دينار عن السنة المالية الماضية والحالية مؤكدة حرصها على تنمية القطاع الصناعي بغية تنويع مصادر الدخل وتعزيز إرادات الدولة وقال مدير عام الهيئة بالتكليف محمد العجمي إن الإرادات التي حققتها الهيئة خلال هذين العامين قابلة للزيادة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات الذي تقدمه الهيئة للغير على تباين في أداء المؤشرات أغلقت سوق الكويت لأوراق المالية تداولاتها حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته متراجعا بنحو ثمانية أعشار النقطة في حين هبط السعري بتسعة عشرة نقطة ونحو ثمانية أعشار النقطة أما مؤشر كويت خمسة عشرة فقد اختتم تداولاته مرتفعا بعشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو عشرة ملايين دينار وستمائة ألف دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي مائة وتسعة وعشرين مليون وستمائة ألف دينار بوربيع يواصل تألق التفاصيل في الصفحة الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الرياضية قنبلة مربوطة بهاتف النقال كانت سببا في إلغاء مباراة منشستر يونيتد وبورنموت حيث عثرت سلطات الأمن البريطانية وفرقة إبطال المتفجرات من الجيش البريطاني على القنبلة المربوطة بالهاتف في أحدى دورات المياه في الملعب حيث تم إخلاء المدرجات من الجماهير قبل دقائق من انطلاقة المباراة شهدت الجولة الثانية من بطولة الكويت لدراجات المائية والتي ينظمها النادي البحري الرياضي تنافسا مثيرا سيما مشاركة عدد كبير من متسابق الدول الخليجية وتمكن بطل العالم محمد بربيع من تصدر فئة الجالس ستوك للمحترفين في حين حقق المتسابق بدر وليد لقب فئة الجالس ستوك للمبتدئين بينما حاز المتسابق القطري وليد الشرشيني على لقب فئة الواقف معدل أما فئة الحركات الاستعراضية فكانت من نصيب المتسابق الإماراتي راشد الملة على حساب المتسابق الكويتي عبد العزيز المطر وكرم النادي البحريني الرياضي أصغر متسابق في البطولة المتسابق الإماراتي عبد الله الحمادي يذكر أن بطولة الكويت للدراجات المائية تشمل على أربع جولات تقام على مدار العام الحمد لله رب العالمين اليوم الجولة الثانية لمنافسات الجيتسكي المنافسات كان شيقة الجو ساعدنا الحمد لله شد الهوى لكن ما يأثر مع المتسابقين عندنا مشاركين من دول الأشقة من طبعا المملكة العربية السعودية وكذلك من إخوان في قطر وكذلك من إخوان من دولة الإمارات الشغيقة راح يكون إن شاء الله المنافسة راح توزع على المشاركين بينت النتائج بطل محمد بوربيع وهو حصل على فئة المحترفين المنافسة كانت قوية بيننا وبين شقائنا في مجلس التعاون لكن تتعرفون أننا أبطال هذه اللعبة ونحن في الخليج لحد الآن نحن المنافسين للرياضة هذه فحافظنا على مستواننا الحمد لله اليوم شاركنا في بطوط الكويت درجات المائية الجولة الثانية لما كان السباق جدا مميز ولكن الحمد لله نحن قاعد نشوف أنه اليوم هوه ولكن هذه تضاريس السباق فيه أمور طبعا يأخذونها من قبل اللجنة الفنية أو الحكام أنه تغليل الوقت مثلا كان المرثون نص ساعة يتغير لله إلى 25 دقية إذا كانت 40 دقية قيسر نص ساعة فيه أمور يعني يتخذوها يهم اللجنة الفنية ويهم اللجنة الحكام الله يطهم العافية على هذا التنظيم كذلك لما نحن سعيدين بمشاركة دول مجلس التعاون والدول العربية اللي شاركونا اليوم من قطر من الإمارات من السعودية من لبنان بالنهاية هذا فخر للرياضة البحرية وبخاصة رياضة الدرجات المائية قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتس أب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متاذعتنا عبر موقع تويتر اترا ات الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشاراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله